ميسرة قريبة عظيمة عند الله عز وجل هي عبادة الكون عبادة الكائنات بها يرزق كل شيء وهي سبب انشرح الصدر وتسهيل الرزق وذهاب الهم والغم عبادة سهلة تقول حتى بدون وضوء قائما وقاعدا وعلى جنبك وهي أسهل الكريمات وأحبها يسبح بها الملائكة والكون والرعد يسبح بحمده حتى البهائم حتى الطيور العصفور النملة النحلة الحمامة سبحان الله بحمده وين من شين إلا يسبحوا بحمده أنا أدلك على هذا العمل وانت قائم وقاعد وفي طريق سبحان الله بحمده وسوف يجلع عنك الهم والغم والحزن وتسعد سعادة ما بعدها سبحان الله بحمده قائما وقاعدا وعلى جنبك وفي كل مكان وجرب سبحان الله بحمده يجعل حياتك كلها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحكم الله بالخير ومع سلسلة والصبح إذا تنفس اخترت لكم اليوم كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي صيد الخاطر لابن الجوزي هذا لا أعلم في المذكرات العلماء منذ أن كنت كتبت المذكرات كصيد الخاطر كتاب باذخ وفاخر ومفيد ونافع جاء بحياته ووصاياه وتجربته في الحياة هذا العالم الكبير قدم لنا صيد الخاطر وانظروا يعني شهادت علي الطنطاوي عبد الله بن قنون من أكبر علماء المغرب وكثير من العلماء في هذا الكتاب سوف أختار لكم فقرة ورسالة في الصباح بسلسلة والصبح إذا تنفس أصلا الصباح لن يكون جميلا ولا رائعا حتى تصلي الفجر وتصليين الفجر وأذكار الصباح هذه حصن وحفظ وكنز قلت لكم صيد الخاطر بن جوزي تكلم عن حياته وعن تجربته ورسائله فيما واجه في عمره فيها فصل يقول لن يتم لك العيش إلا بالرضى عن الله ترضى أفكرك أغناك أصحك أسكمك قدمك أخرك الرضى ولذلك يناشد هو في الرضى دائما أنك ترضى عن الله عز وجل وتعرف أن تدبير الله أعلم ويقولني أنا عشت الفقر عاش الفقر هو في شبابي ويقول حتى أنه كان يعجز على القوت قوت اليوم قالوا وعشت راضيا ومطمئنا ومسلما أمر إلى الله ثم أغلاني سبحانه وتعالى فيقولني الظروف تختلف يقول ما يستمر العمر ما يستمر هي نجاحات ورسوبات وانتصار وهزيمة وغنى وفقر وذنب وتوبة هذه الحالة ولهذا يقول لك إلزم أصلا واحدا في فقرك وفي غناك وفي صحتك وفي مرضك وفي حلك وفي سفرك ما هو الأصل قالتك والله اتك الله وحافظ على حدوده في أي منزل نزلته وسوف يعينك الله ويساعدك ويغفر ذنبك ويكون كل شيء في مصرحتك الفقر أو الدين أو الهم أو الغم أو الحزن أو المرض تقبل الله منه منكم وأسعد الله صباحكم سعادة لا تسكون بعد أبدا وصلوا على النبي بيابي ومي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر